وفي الشرق الأوسط أيضا تمرد فاغنر يطرح تساؤلات حول سلطة بوتن ربما يكون التحدي الأصعب الذي يواجه الرئيس الروسي فلودمير بوتن خلال أكثر من عقدين من وجوده في السلطة قد انتهى بعد أن توصل يفيرني برغجين زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية لاتفاق مع الكريملين أنهى بمقتضاه التمرد الذي أعلنه في وقت سابق ورغم تراجع حدة التوتر خلال الساعات الأخيرة بعد وقف فاغنر لزحفها نحو العاصمة الروسية موسكو وانسحابها من منطقة فورونيج في جنوب روسيا بين بيد أن التمرد القصير كشف عن نقاط الضعف لدى الجيش الروسي إذ استطاع جنود مجموعة فاغنر تحت قيادة برغجين من التحرك دون عوائق إلى مدينة روستوف دون أيضا في موسكو ونحو موسكو أيضا وتقدم مئة الكيلومترات نحو العاصمة وكان بوتين قد تعهد في وقت سابق بمعاقبة من يقفون وراء التمرد الذي قاده حليف سابق في خطاب متلفز للأمة واصفا تمرد فاغنر بخيانة وخيانة بلاده وتوجيه طعن في الظهر وقل المتحدث باسم الكريملين في شرحه لاحقا للاتفاق إن الاتفاق كان له هدف أعلى وهو تجنب المواجهة وإراقة الدماء ورفض بيسكوف الإفصاحة عما إذا كان قد تم تقديم أي تنازلات لبرغجين بخلاف ضمانات السلامة له وهو ما تعهد به بوتين لبرغجين ورجاله لإقناعه بسحب قواته وقال محللون لوكالة سجد بريس إن الخطر الحقيقي على بوتين ربما يكون ما إذا كان سيظهر وسيظهر عليه أنه شخص ضعيف قال السفير الأمريكي أيضا لدى أوكرانيا لشبكة سيانان الأمريكية لقد تضاءل موقف بوتين طوال الوقت بسبب هذه القضية ترجمة نانسي قنقر